لفتح باب عالق الأدوات والمواد المطلوبة هي المفتاح قفازات سكين مشبك ورق مطرقة مفك مصلب مفك سدسي مزلق خال من الشحوم وبطاقة بلاستيكية تالفة أما الخطوات العملية لفتح باب عالق فتتجسد من خلال طرق عدة الطريقة الأولى هي استخدام بطاقة بلاستيكية تالفة وبالتالي إدخال البطاقة بين القفل والإطار وجعلها مستوية مع الإطار ثني البطاقة إلى الخلف لإعادة القفل داخل الباب وفتحه يمكن إدخالها بين الباب والإطار فوق القفل إذا لم يكن هناك مساحة بين القفل والإطار ثم تمريرها بسرعة للأسفل مع إمالة البطاقة بزاوية اتجاه الإطار هنا قد تصبح البطاقة الأكثر سمكاً وصلابة ذات فائدة الطريقة الثانية هي استخدام مفك صغير أو أداة رقيقة وبالتالي البحث عن حفرة صغيرة في مقبض الباب دفع مفك رفيع أو مشبك ورق مفرود أو سكين صغير جداً في هذه الحفرة ثم الضغط بشكل مباشر إلى أقصى ما يمكن ولف المفك وفتح القفل الطريقة الثالثة هي كسر القفل وبالتالي إدخال الطرف القصير من المفك السداسي في الحفة السفلية لثقب المفتاح والضغط قليلاً لتدوير القفل في اتجاه لف المفتاح استخدام مشبك غير مثني مع وجاج بسيط في نهايته لفتح القفل دفع المشبك الورقي إلى الداخل برفق عند النهاية السفلية لثقب المفتاح رفع المشبك للخلف والأمام ثم تكرار ذلك في حركة دائرية أثناء زيادة الضغط قليلاً على المفك السداسي في كل مرة لحين الشعور بتزحزح القفل الطريقة الرابعة هي إزالة المفصلات وبالتالي استخدام مفك مسطح الرأس وهزه بين الدبوس والمفصل السفلي نقر مقبض المفك في الاتجاه السفلي بمطرقة ثم أبعاد الرأس والدبوس حين يرتقيان بما يكفي الطريقة الخامسة هي استخدام المفتاح وبالتالي جذب الباب ودفعه أثناء دوران المفتاح ثم الضغط على الباب مع التلاعب بالمفتاح الطريقة السادسة هي ترطيب الباب من خلال اختيار مرطب خال من الشحوم ووضع رشة صغيرة أو عصرة مباشرة في ثقب الباب الطريقة السابعة هي تحطيم القفل بمطرقة من خلال الضرب بعنف وبشكل متكرر حتى ينكسر القفل أو مقبض الباب لإصلاح مقابض الأبواب يجب التعرف على مكونات مقبض الباب الأساسية وهي التراكب الزخرفي مزلاج الترباس اللسان القفل آلية القفل المقبض والدبوس الداخلي ذات الأربع حواف ويتجسد إصلاح مقبض الباب خطوة بخطوة وفقاً للمشكلة المحددة في حال سقوط المقبض يجب إزالة المقبض المزخرف عن طريق فك المسمار من الأسفل أولاً تفكيك آلية المقبض التحقق من حالة حلقة القفل تثبيت جزء جديد بدلاً من الجزء التالف تشحيم الآلية ثم إعادة تركيب آلية القفل والمقبض وفي حال تماسك المقبض يجب تفكيك آلية المقبض إزالة كل التلوث تشحيم الترباس الضغط على المقبض مرات عدة من أجل توزيع الزيف على كل الأجزاء الأساسية ثم تجميع الآلية مرة أخرى أما في حال تكسر الدبوس الداخلي فيجب استبدال الآلية وبالتالي فك المسمار الموجود في قاعدة المقبض ثم إزالة الشريط الزخرفي فك لوحة القفل ثم إزالتها أيضاً إصلاح المقبض ثم تكرار الخطوات أعلى بترتيب عكسي ثم التحقق من تجميع الهيكل بطريقة صحيحة ترجمة نانسي قنقر